ازايكم في الفيديو ده هوريكم ازاي نعمل الاناناسا دي خطوة بخطوة وبطريقة سهلة مش هتاخد اي وقت وفي النهاية هيبقى شكلها حلو هعمل عقودة البداية بعدين هرمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة هعمل غرزة منزلقة في اول سلسلة عملتها اشتركوا في القناة هتكون عندي مركز او دايرة هنشتغل فيها الغرز بتاعتنا هو ده شكله وهنبدأ نعمل في المركز او الدايرة دي تمن غرز حشو واحد وفي اول غرزة حشوة عملتها هعمل منزلقة بعدين هعمل سلسلة وفي نفس الغرزة هعمل اتنين حشو واحد والي بعدها اتنين حشو واحد اتنين وهنامل في كل الغرزة الموجودة اتنين حشو هيبقى عددهم كلهم ستاشر هعمل وارجع لكم عملت ستاشر حشو هعمل منزلقة في اول حشو عملتها واعمل سلسلة في السطر ده هنبدأ نعمل غرزة مختلفة هعمل عمود بلفة في نفس الغرزة اللي عملت فيها المنزلقة سلسلة عمود بلفة وبين السلسلة والعمود اللي عملناه سلسلة سلسلة اول لفة ثاني لفة ثاني لفة ثاني لفة ثاني لفة سلسلة ثاني لفة ثاني لفة حشو بلافة وين الغرزة اللي عملتها والعمود بلافة هنلفه على الابرة تلات لفات واحد اتنين ثلاثة سبع لفات نلف لفة ونخرج منهم كلها ونسيب الغرزة دي وندخل في الغرزة دي نعمل عمود بلافة بين الغرزة اللي عملناها والعمود بلافة هنلفع الابرة تلات لفات ونخرج منهم كلها نضيب الغرزة وندخل في الغرزة دي ونقرر نفس الشكل اللي عملنا سيبقى معانا 8 غرز نتبقى معانا 8 غرز نتبقى معانا 8 غرز اضمي نبقى معانا 8 غرز ونعمل سلسلة في نفس الغردة هنعمل عمود بلفة ونقرر اللي عملناه في صفه القبلي هنلف ثانية لفات على الابرة ونضخن العمود بلفة داخل الغردة ونضخن مع الغردة نحن نضيف الغردة هنسيب الغرزة دي. والعمل في الغرزة دي. همود بلف. ونكرر نفس الشكل. لحد ما نخلص بقية الصف. خلصت الصف والتاني. وهيبقى عندي عددهم تمانية. واحد اتنين. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. الجديد هنعمل منزلقة. في اول ورزة عمود عمالنا. ده هي دي. نعمل منزلقة. وبعدين سلسلة. وفي نفس الغرزة نعمل عمود بلف. هنعمل بالزبط ازاي الراوند اللي قبلي. بين العمود والسلسلة هنلفة على الابرة ثلاثة لفات. هنسيب الغرزة دي. ونعمل في الغرزة دي عمود بلفة. وبين الغرزة والعمود بلفة هنلفة على الابرتات لفات. وهنكمل بنفس الشكل حد ما هنخلص السطر ده. وده هيبقى اخر صف. خلصت السطر الطالب. هنعمل بعد كده. منزلقة في اول عمود عمالنا. ده. بعد كده هنعمل سلسلة. وفي الراوند ده هنبدأ نعمل غرز تناقص. فمن نفس الغرزة هنعمل تناقص. سلسلة بعدها. سيبقى معي الثالث لفات على الابرة. هلفس واخرج من هون كلها. اللي بعدها برضو كده. اللي بعدها برضو كده. سنخلص التناقص في رجع. خلصت الشكل. نبدأ نحن نضيف فيبر. هعمل منزلقة في اول غرزة تناقص عملتها نزلقة وغير لون الخط أغضر بعد كده هعمل 11 سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حضوش الشكل ده كده هنقص الخيط الأصفر هسيب اول سلسلة وراء الابرة والسلسلة الثانية من بعد الابرة هعمل غرزة حشو السلسلة الثانية من بعد الابرة هعمل غرزة حشو سلسلة الثانية من بعد الابرة هدخل السلسلة هقع عندي ثلاث لفات هخرج منهم كلهم السلسلة اللي بعدها هعمل عمود بلفة بالخيط الثانية من اتنين والفة نخرج من اتنين وراء الابرة سلسلة اللي بعدها هعمل غرزة حشو سلسلة اللي بعدها هعمل حشو باللفة الثانية من خيط على الابرة مرتين هلف واخرج من اتنين هلف واخرج من اتنين هلف واخرج من اتنين في اللي بعدها برضو عمود بلفتين هلف مرتين هلف واخرج من اتنين هلف واخرج من اتنين هلف واخرج من اتنين اللي بعدها عمود بلفتين عمود بلفتين سلسلة اللي بعدها عمود بلفة اللي بعدها نصف عمود الأخيرة حشو وده الشكلة نعمة في الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة بنعملها بالشكل ده من ورا الغرزة بالشكل ده كده بعدين هعمل حداشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوش ونقرر النفس اللي عملناه في البتا اللي دي هنا وهنعمل كده خمس مرات هعمل خمس مرات وارجل لكم خلص عملت خمس بتلات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انت ممكن تزويدي على حسب رغبتك هقص الخيط واخت الخيط خلصت وده شكل نهائي اتمنى كونوا استفدتم من الفيديو واشوفكم في فيديو جديد خلصت وانتين تلاتة اربعة خمسة انتمنى اربعة خمسة انتمنى اربعة خمسة انتمنى انتمنى اربعة خمسة 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 انتمنى اربعة خمسة